رغم أن دي مش أول قصة جيلنا من بنت بيجبرها أهلها على الجواز وهي قاصر ورغم أن دي مشكلة عامة بتحصل كتير جداً في أرياف وقرة بس في الحقيقة كل الرسائل اللي استقبلناها هنا في قصة حقيقية كوم وقصة هناء كوم تاني خالص قهر واجع جالها أمراض وظلموها وظلموها بشكل بشع حاجة ما تتوصفش صاح يمكن لو شفنا التفاصيل دي كلها فيلم أو مسلسل هتقولوا أنه المخرج بيأفور الناس مش هتصدق ما يقولوا المخرج بيألف والمؤلف مزودها زيادة لا لا لأنه ما فيش أهل هتوصل أسودهم أو ظلمهم لبنتهم للدرجة دي يضربها بكرسي ويكسروا عليها وجدتها بتكذب وانت بتعملوا وين بس الظاهر أن الواقع بقى أصعب بكتير من اللي احنا عمرنا ما نتخيله الأرقام الرسمية بتقول أنه عدد الأطفال اللي عمرهم أقل من 18 سنة في مصر 39 مليون طفل منهم كام 117 ألف طفل وطفلة متجوزين ومطلقين طب انتم متخيلين؟ الكلام ده بقى مش كلامنا ده كلام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصى اللي قال إن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 ل 17 سنة يا إما متجوزين يا إما سبق ليهم الجواز سجلت بقى محافظات الصعيد أعلى نسبة في جواز الأطفال والبنات اللي هم القصرات أعلى نسبة في طلقهم برضو لما رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصى حالات الزواج المبكر في سن الـ 12 13 و14 سنة لأن فيه ألف طفلة مطلقة رغم أن القانون المصري بيمنع جواز القصرات دي معروفة وحدد إن السن القانوني لجواز أي بنت 18 سنة بس اللي بيحصل في الأرياف والأقاليم غير كده خالص أهلي كتير جدا بيجوزوا أطفالهم عرفي ها؟ شفناها كتير هنا على فكرة ده طبعا أنا معرفش اللي بيحصل بقى في الواقع ده دول اللي وصلنا لهم يعني بيجوزوهم قبل ما يوصلوا للسن القانوني شفنا هنا زي ما بيقول لكم في قصة حقيقة حكايات كتير قوي بناتك جوزت قاصر وحصل خلافات جوزها أنكر أصلا أنه جوزها وقال لها إثباتي أن أنا متجوزين تخيالوا؟ تخيالوا قلة الإيمة؟ ده غير بقى قصة بنت جوزها مات قبل ما هم يعملوا العقد يوصقوا العقد كوارث جالها كتير من المصائب اللي بتحصل بسبب الجواز اللي طبعا بيتم تحت السن القانوني متخيالين هناكو اللي زيها بيحصل فيهم إيه؟ البنت كان نفسها تطلع دكتورة ولا مهندسة ولا محامية هم جوزوها بالعافية الواحد إيه؟ حشيش وهو أهله يضربوا فيها خلوها تاكل قصاد النية تخدمهم لحد ما جالها القلب وقولون وسمعتوا كل الأمراض اللي جات لها فوق ده كله أهل أبا يقولوا لها بعد الوقت يبقى تخيل بدل ما قال يقفوا معايا يعني رجعت لكم بالمصائب دي كلها يتتنازل يعني كل حقوقك حتى عيالك إيه ده؟ ليه؟ ده الجواري ما بتعملش فيهم كده ده لو قسيرة مش هتعمل فيها كده لو ساباية مش هتعمل فيها كده ليه؟ طب الألف طفلة بقى اللي اتطلقوا بعد ما اتجوزوهم عندهم 12 أو 13 أو 14 سنة ده حسب التقارير الرسمية شافوا إيه هما كمان؟ فيه كم حالة لسه ما اتطلقتش متعلقة كاتمة جواها مهنقة كانت كاتمة بس لقيت قصة حقيقة انفجرت شوفي هنها أعايز أقولك على حاجة فيه في مصر كيام مهم وعظيم وأنا باحترمه جدا اسمه المجلس القومي للمرأة عشان يدفع عنك وعن كل البنات والستات اللي بيمروا بنفسه ظروفك عندهم خط ساخن لاستقبال الشكاوى من الستات اللي بتعانيه من العنف أو من الظلم أو القهر زي اللي انت في يا حبيبتي لأنه الدولة النهاردة في صف المرأة تماما لازم هيقفوا جنبك وبيسخروا مجهوداتهم كلها عشان يخدموكوا عشان يشيروا الظلم اللي انتوا ماريتوا بيه الخط الساخن الخاص للشكاوي دي هو 15-11-5 فيه كمان أرقام المجلس القومي للمرأة 23-49-00-60 هنكتبهم تحت وهقول الرقام التاني 23-49-00-65 فيه كمان بقى والأهم خط نجدة الطفل عشان أطفالك اللي تبهدلوا قوي دول رقم خط نجدة الطفل 16-1000 بكلم يهم ده غير إنه فيه خدمة عظيمة بقى وأنا كنت لسه بسمع عنها من قريب يعني كنتش عارف عنها كتير بس هي بتتقدم لكل ست بتتظلم أو بيعنفوها جزها أو أهلها أو أو تخيالي بقى اللي بيحصل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة عملوا الخدمة دي اسمها إيه؟ بيت المعنفات دي عبارة عن بيوت فكل المحافظات مصر يا هنكتب بيقعد فيها الستات اللي بتتعرض للعنف أو البهدلة من جزها أو من أهلها بيفضلوا هم بقى وقفين جنبها طالما أهلها مش وقفين جنبها زي قصتك كده الستة بتضل هناك حوالي ثلاث شهور لحد هم يدبروا بقى أمورها سواء بقى بأنهم يفتحوا لها مشروع صغير تعيش منه أو يعملوا صلح بس بشروط بينها وبين جزها فأنتي مش لوحدك يا حبيبتي البلد والحكومة معاك وفي ظهرك أنت وكل اللي زيك وكلامي موجه لكل ست أو بنت بيمروا بنفس الظروف ما تقولوا له الظلم لأ قولوا للإفترة لأ أنا الأوان ما إحنا نمنع اللي بيحصل ده بتدمروا بناتنا بتقضوا على مستقبلهم طموحهم ليه هتخليهم في الآخر مشوهين نفسيا دول اللي هيبنوا جيل اللي جاي ما ده يا توارث زي ما بيقولوا مع الأطفال ومع الأطفال الأطفال طب ليه وفي الآخر إحنا المجتمع اللي بيدفع تمنه سنين طويلة لحد بقى ما نبقى نتصلح وسمعتي كمان معايا نصيح دكتور مهايب في الفقرة اللي فاتت هاستنى منك رسالة جديدة طب منيني فيها عملتي إيه وأرجوكي أرجوكي أرجوكي طالما أهلك مش وعفين جنبك اوصلي لحد من الدولة وأكيد هيبقوا جنبك بشكركم جدا ومستنية كل قصصكم وأي حد اتظلم اتقهر اتعمل فيه اللي بيحصل ده يقول لا حتى لو بقى ضعف الإيمان ويطلع في البرنامج معنا هنا في قصة حقيقية باي باي